في نقلة جديدة لسير المعارك على الأرض وبعد يومين فقط من خطاب حفتر الذي جدد فيه وعوده بالنصر القريب وبولغي معاركهم هدفها المنشود وصلت أهداف سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق فجر الخميس إلى قاعدة الجفرة الجوية التي تعد المعقل الرئيسي لتمويل عمليات حفتر في عدوانها على العاصمة مستهدفة مخزنا للذخيرة وطائرة شحن عسكرية في القاعدة استهداف قالت عنه غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في بيان لها أنه دمر حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة الشحن 76 التي تستعمل في نقل الذخائر إضافة لمنظومات الدفاع الجوي في قاعدة الجفرة التي تستخدمها قوات حفتر لتحشيد ودعم القوات التي تهاجم العاصمة الغلفة دعت في بيانها أيضاً كل من تورط في العدوان على العاصمة إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم ليشملهم قانون العفو العام بحسب البيانة ولم تمضي ساعات على القصف الأول حتى جدد طيران الوفاق ضرباته التي استهدفت تجمعات لقوات حفتر في الجفرة على الطريق بين هون وهطرابلس بحسب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب وبحسب مصادر محلية فإن القصف المكثف الذي تعرضت له قاعدة الجفرة سمعت أصواته لساعات قرب القاعدة بمناطق ودان وهون ضرب الدفاعات الخلفية لقوات حفتر هي استراتيجية عملت عليها قوات الوفاق في السابق عندما فاجأت قوات حفتر بالسيطرة على غريان في أقل من 6 ساعات وربما تعمل عليها اليوم باستهداف الدفاعات الرئيسية مباشرة في قاعدة الجفرة التي تعد نقطة رئيسية ومكانا حيويا وسط البلاد للعمليات العسكرية لقوات حفتر فضلا عن عدد من التقارير التي تفيد بوجود خبراء عسكريين أجانب يديرون معارك حفتر منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر